السلام عليكم متابعي قناة HD فيلم الكرام لا يهمني أن أخسر من لا يريدوني فقد خسرت من أردتهم ولازلت حيا وبيبدأ فيلمنا النهاردة في مدينة أسام بكوريا مع شخص بيسرق مصرف اسمه تشول وبعد ما بياخد الفلوس وأثناء خروجه بيشوفه شخصه هو مع الفلوس وبيبقى هيصرخ ويبلغ عنه لكن بيجي شخص من وراء وبيضربه وبيكون الشخص ده هو الضابط الفاسد جو وبيبقى هو اللي باعت تشول علشان يسرق المصرف وبيزعق لتشول علشان في شخص شافه وبيقوله يجيب الفلوس ويخرج وراءه وفي الطريق بيدي له تشول كل الفلوس اللي سرقها وبعد كده بيروح جو يقعد مع صديق تسوكي وبيشوف في الأخبار خبر إدانة جونج رئيس مجلس إدارة شركة تايسونج بسرقة 780 ألف دولار وبعدها بيطلع للقسم وبيقابل هناك شخصين من قسم الشؤون الداخلية واللي شكين فيه وبيحققوا وراءه لحد ما يلاقوا حاجة دينه ويقدروا يسجنوه وبيوعدوا زابط منهم إنه هيفضل يرقبه ومش هيسيبه إلا لما يسجنه وبيسيبه وبيمشو وبعدها بيروح جو للعصابة اللي شغالين عنده وبيكلم رئيسهم وبيقوله إن الشؤون الداخلية مرقبة بشدة وعايزة تقضي عليه فبيعرض عليه رئيس العصابة ينسحب من المشروع اللي بينهم لحد ما المرقبة تخف عنه لكن بيتعصب جو لأنه بيفتكره عايز يبعده بقصد عن المشروع وبيسيبه وبيمشي وبيروح علشان يزور تشول وأثناء ما هو في الأسانسير بيلقي مرهقة اسمها مينة دخلت معاه وبتبقى لابسة هدوم غريبة فبيصخر منها لكنها بتبصله وما بتردش عليه وبتنزل تسبقه لتشول وبتخبط عليه ولما بيفتح لها بتطلب منه يديها الشنطة ولما بيرفض بتكسر إزازة على دماغه وبتاخد منه الشنطة وبتمشي وبعدها بيفضل جو يسخر من تشول بسبب البنت اللي ضربته وبعد ما بيخلص سخرية منه بيخليه عده كل الفلوس اللي هم سرقنها وبتطلع 59 ألف دولار موجودين في الخزنة عنده فبيقوله إنهم مش كفاية وإنهم محتاجين فلوس تاني وبسبب كده هيعملوا عملية تانية وبياخدوا ويروحوا علشان يسرقوا مستودع الشرطة وبيقوله إنه باعت مجموعة أشخاص يقفلوا جرس الإنذار ويغطوا الكاميرات لكن الشخص اللي بيروح يقطع سلك جرس الإنذار بيلاقي أسلاك كتير فبيقص سلكين بدل سلك واحد لأنه مصاب عم ألوان وفي الوقت ده بيقتحم تشول المبنى وبيدخل ولما بيرجع الشخص اللي قطع الأسلاك وبيقول لباقي المجموعة على اللي عمله بيتصلوا بجوه وبيقولوله يهرب فورا لكنه ما بيرضاش يهرب ويسيب تشول وبيرجع له علشان ياخده ويهربه ولما بيدخل بينفجر المبنى بالكامل وبيفقد جوعه ولما بيفوق في المستشفى بيعرف إن تشول مات في الانفجار وإن محققين الشؤون الداخلية هم اللي بيحققوا بنفسهم في الحدثة وفي نفس الوقت ده في مكان الحادث المحققين ما بيلقوش أي حاجة لكن فيه راجل إطفاق بيتصل بشخص اسمه كوان وبيقوله إنه سرق تليفون تشول من المكان وخفى كل أثارهم وبعدها كوان بيروح بالتليفون للطب الشرعي علشان يستعيد كل المعلومات اللي عليه وبعد كده بيروح جول المشرحة وبيشوف جسة تشول وهو محروب لكنه بيتفاجئ بالدكتور بيقوله إنه ما ماتش من الحريق ومات نتيجة ضربة قوية بقالة حد في الرأس وبيسألهم إذا كانوا لقوا تليفون في مكان الحادثة فبيقوله الدكتور إنه ما كانش موجود معاه حاجة غير مفاتيح بيته فبيستناهم جو يمشوا وبياخد المفاتيح وبيروح لشقة تشول وما بيلاقيش الفلوس في الخزنة فبينزل يراجع الكاميرات اللي في الشارع وبيشوف المراهقة لضربة تشول قبل كده ركبة موتوسيكل ومشية من المكان وبالليل بيتم استدعاء جوف قضية بيكون الضحية فيها هو مالك مستودع الشرطة وبيكون سايب رسالة بيعتذر فيها لأسرته وبيبقى كاتب إنه هو اللي حرق المستودع علشان ياخد فلوس التأمين وبتتسجل القضية بالنسبة للشرطة قضية انتحار وبتيجي مكلمة الجو من شرط صديقه بيبلغوا فيها إنه قدر يتعرف على الموتوسيكل اللي كانت ركبة البنت وإنه موتوسيكل توصيل طلبات في مطعم وفي نفس الوقت بيتصر رجل الإطفاء بشخص بيطلب منه المساعدة لأن شركة تايسونج قتل اتمالك المستودع وبيحاولوا يخفو أسارهم وهيقتلهه وكمان وبيدخل للحمام وأثناء ما هو بيتكلم بيدخل كوان وبيخنقه بحبل الحد ما بيموت وبيروح جولي المطعم اللي صديقه قاله عليه علشان يلاقي البنت وبيسأل شخص عن المراحقة اللي بتشتغل هنا فبيقوله الشخص ده إنه يبقى والد جي سونج فبيفتكر جو في سنة 2014 قضية وفاة الطفلة جي سونج ووقتها الشرطة قررت تكرم والدها وديته زي عسكري مكتوب عليه اسم بنته لأنها كانت بتتمنى تكون ضابط شرطة لكن بعد فترة بياخد والدها الزي العسكري وبيهرب وبيبقى جو قاعد في فندق مع صديقته وبيلاقي رئيسه في الشغل بيخبط عليه بنفسه وبيبلغه باختفاء والد جي سونج وإن آخر مرة حد شافه كان هنا وبيقدروا يلاقول لكنه بيفضل يقاوم علشان يهرب وأثناء مقاومته بيجرح جو في وشه وبنرجع للوقت الحاضر وبيستقبل والد جي سونج جو في شقةه وبيقوله إن اسم المراحقة اللي بيدور عليها هو مينا وإنها كانت صديقة بنته المقربة لكن بعد وفاد بنته مينا بقت مضطربة نفسيا وبتعمل مشاكل كتير حتى إنها بقت تسرق ملابس بنته وإنه ما يعرفش مكانها أو أي شيء عنها فبيودعه جو وبيمشي وبيروح لأصدقاءه يكملوله بحث عنها لحد ما بيلقوها على مواقع التواصل وبعدها الشرطة بتوصل لجسة راول الإطفاء ومع اختفاء كل الأدلة بيتم تبرئة رئيس مجلس الإدارة جونج من التهم الموجهة ليه وبعدها بيروح كوان يتكلم مع جونج وبيقوله إنه وقت ما كانوا بيفجروا المستودع في شخص اسمه تشول كان بيقطاحم المكان علشان يسرقه وصور فيديو لهم وهم بيقوموا بعملية التفجير وقبل ما يموت بعت الفيديو ده لشخصين الأول هو مراقة اسمها مينا والتاني هو ظابط شرطة وفي نفس الوقت بيروح جلبيت مينا وبيقبض عليها هي وصديقتها قبل ما تهرب وبيسألها على مكان الفلوس وبيفضل يعزب صديقتها علشان يخليها تعترف على مكانهم وبتعترف إنهم في شقةها فبياخدهم علشان يروحوا هناك وفي الطريق بتقوله مينا إنها عارفة إنه شرطة فاسد وكان بيجبر تشول على كل الجرائم اللي كان بيعملها لكنه بيقول لها إن ما فيه شهود لإن تشول مات ولما بتسأله عن طريقة موته بيرفض يقول لها فبتقوله إنه بعت لها فيديو من فترة قريبة وبتبقى عايزة تاخد تليفونها وتوريله الفيديو لكنه بيرفض وبيحصل بينهم جدال فبيضربها جو ولإنها مصابة بالصرع بتجيلها النوبة وبتتعب فبيتشتت جو الحد ما البنت التانية بتقهربه بالصاعق وبيعملوا حادثة بالعربية وقبل ما يهربوا هما الاتنين بتحاول مينا تاخد تليفونها من جو وهو فاقد الوعي لكن لما بتلاقيه قرب يفوق بتسيب تليفونها وبيهربه وفي الطريق صديقتها بتقع في الأرض وبتفضل تنزف وتاني يوم الشؤون الداخلية بتحقق مع جو في قضية حريق المستودع لإنه ما تحرقش عن طريق المالك زي ما انتشر لكن المباني المجاورة للمستودع كان فيها أدلة كتير ضد شركة تايسونج وتحرقت في الانفجار وفي رجل إطفاء تم قتله لكن قبل ما يموت بعت للشرطة إنه هو اللي فجر المستودع بمساعدة رجال جونج وإنهم اتفجأوا بشخص غريب بيصورهم وعلى ما ترضوه كان بعت الفيديو دال جو وبنت مراهقة اسمها مينا وبيفتكر جو إنه دمر تليفونه لكن تليفون مينا في العربية وبيقوله الظابط اللي بيحقق معاه إنهم معاهم أدلة كافية تسجنه طول عمره وبيشاور لشخص يقفل الكاميرا والتسجيلات وبيقول لجو إنه لو جاب له الفيديو هيخرجه من كل الأضايا وهيخليه يتنازل عن منصبه كشرطي ويعيش مدني فبيروح جو لعربيته لكن بيلاقي تليفون مينا مأفول ومش بيفتح جر برقم سري فبيروح شقيتها يدور عليها وبيلاقي كوان بيخبط وبيقوله إنه مدرسها فبيدخلوا للبيت وبيتصل كوان على تليفون مينا وبيلاقي مع جو فبيحصل بينهم شجار لحد ما بيفقد جو وعيه وبترجع مينا للبيت وبيضربها كوان وبيكونها يقتلها لحد ما بينقذها جو وبياخد كوان وبيوقعه من الشباك وبيقع معاه فبيفضل كوان يخنقه لحد ما بتساعده مينا وبترمي على دماغه حاجة من فوق لكن ما بيتأثرش كوان وبيقوم يهرب لما بيسمع صوت واحدة من الجيران هتبلغ الشرطة وبتنزل مينا من الشقة وبتلاقي جو مستنيها في العربية تحت وبيعرض عليها تركب معاه علشان يهربوا وبعدها بيقفوا على جانب وبيطلب منها تفتح تليفونها وتوريله الفيديو اللي قالت إن تشولبعت هولها مقابل إنه يسيب لها الفلوس اللي سرقتها فبتقوله إنها هتحتاج حاجة منه وهتفتح له التليفون في المقابل وبيروح معاها لصديقتها اللي كانت معاها وبتبقى حامل ولازم تجهي الطفلها فبتطلب مينا منه يوقع على الورقة كأنه زوجها علشان يوفقوا على إجهاضها فبيوقع وبتفتح له التليفون وبيتكلم المحقق وبيقوله إن الفيديو معاه وإنه هيسقط كل التهم عنه زي ما اتفقوا فبيقوله المحقق إنه فيه تغيير في الاتفاق وإنه لو جاب له مراهقة اسمها مينا جونج هيسقط كل التهم اللي عليه بالإضافة لترقية منصبه فبيقوله إنها معاه هيجبها له وييجي ولما بيرجع بيلاقي الدكتور بيتقرب من مينا فبيضربه وبياخد مينا وصديقتها عند حبيبته سوكي وهناك بيطلب جو من مينا ترجع كل الملابس اللي سرقتها من صاحبتها جي سونج المتوفية لباباها فبتتعصب مينا عليه وبتقوله إن صديقتها اللي اديتهالها قبل ما تتوفى وبعد كده بياخدها جو علشان يروحوا يقابلوا المحقق وبيوعدها بعد ما يخلصوا هيروح يتغدى معاها في مطعم والد جي سونج وفي الطريق بيقول لها كل اللي عليها تعمله تحكي لهم عن الفيديو ولما بيدخله بيتفاجئ بكوان مستنيه وبيمسكوهم هو ورجاله وبيلاقي إن المحقق فاسد أكتر منه وكم متعاون معاهم علشان يسلموا مينا والفيديو ليهم وبياخدوا تليفون مينا وبيسألوا كوان على تليفونه اللي فيه الفيديو فبيرفض جو يعترف إنه كسره وبيقول لهم إنه معاه بس مش هيقول مكانه فبيفضل كوان يعزبه برضو بدون فايدة فبياخدهم كوان للسطح وبيهدد جو بإنه هيرمي مينا من على السطح فبيترجي يسيب البنت وهيديله الفيديو وإنه مخبيه في قسم الشرطة فبيسيب كوان البنت وبيقول لرجاله يجهزوا العربية علشان يروحوا للإسم لكن بتقوم مينا من على الأرض وبتعتذر لجو وبتنط من فوق المبنى وبتنهي حياتها فبيؤمر كوان رجاله يرمجو كمان لكنه بيقول لهم إن الشؤون الداخلية مرأباء وعرفة بالصفقة اللي عملها مع المحقق ولو مت هيعرفوا إن تاي سونج وارموتو فبيغير رأيه وبيقول لرجاله يخدول العربية وبيروحوا يخلوا يقابل جونج وبيعرض عليه جونج 78 ألف دولار مقابل الفيديو فبيوافق جو وبياخد منهم الفلوس وبعدها بيتصل والد جي سونج بجو وبيقوله إن الغطاص اللي طلع جسد بنته من البح أصيب من فترة بكسر في العمود الفقري وفيه شخص يتبرع له بتسعة وخمسين ألف دولار بإسم مجهول وبيتأكد جو إن مينا هي اللي اتبرعت له بالفلوس اللي سرقتها وبيقرأ جو الخطاب اللي كانت كتبا مينا لصديقتها المتوفية فبيتأثر وبيفضل يعاية وبيروح يقعد في السطح اللي رمت نفسها منه وبيقرر ينتئم لها وبعد كده بيروح جو سوكي وبيعترف لها بحبه وبيمشي وبيروح لشركة تاي سونج وبيبقى فيه هناك حفلة المنح الدراسية وبيكون جوم جبس إيده فبيوقفوا الأمن علشان الجهاز بيصفر ولما بيشوفوا كوان في الكاميرات بيؤمر الأمن يطلعه فوق بهدوء وبيطلع جو يقابله وبيقوله إنه معاه التليفون اللي عليه الفيديو وإنه هيدي الجونج بنفسه علشان عايز يتكلم معاه فبيقوله كوان يستنى لحد ما جونج يخلص مؤتمره في الحفلة فبيدخل جولي الحمام وبيتصل بكيم اللي دايما بيترضه من الشؤون الداخلية وبيقوله إنه هياخد رشوة دلوقتي من شركة تاي سونج ولو عايز يقبض عليه ييجي بسرعة وبيوصف له المكان وبيفك الجبس اللي في ايده وبيطلع منه أجزاء مسدس وبيركبهم كلهم مع بعض وبيطلع علشان يقتل جونج لكن بيلاقي قدامه كوان ورجاله وبيضربوه وبيحبسوه حوض الاستحمام علشان يغرق وبعد ما بيمشو بيشد جو سدادة البانيو وبيفرغ كل المية وبيقدر يهرب من الحوض وبيلاقي زيوت تدليج كتير في المكان فبيطلع يهجم على كوان ورجاله وهو مستخدم الزيوت علشان محدش يمسكه وبيضربهم وبياخد منهم مسدسه اللي كان معاه وبيقتل كوان بالمسدس وبيطلع للمؤتمر فوق وبيقتل شخص من رجال جونج وبيطلق الرصاص على جونج في دماغه وفي نفس اللحظة بيصيبه كين بالرصاص وبيقوم جو يعتذر لكل الحضور لإنه خوفهم وبعدها بيقع من على المسرح وبعد كده بنشوف في الأخبار إن في شاهد مجهول اعترف إن شركة تايسونج هي السبب في انفجار المستودع لإن كانت في أدلة كتير تدنهم هناك وجو بيتقبض عليه وبيتوقع إنه هيتعاقب عقاب شديد لاستغلال منصبه كذابت شرطة في جرايم كتير ولقات له جونج ومجموعة أشخاص من رجاله وفي طريق جولي المحكمة بيشوف مجموعة أطفال بيلعبه مع بعض وبيتخيل ميناء قاعدة معاهم وبيضحك لها وبيقول لها تعيش حياة تانية غير اللي عاشتها وبكده بينتهي في الميناء النهاردة ما تنساش لو مش مشترك في القناة يلا اشترك دلوقتي وفعل الجرس علشان توصلك كل ملخصات HD فيلم